اشتركوا في القناة تلقي أوامر من أي جهات خارجية ولكن في نفس الوقت يبقى المغرب حريث على علاقاته الدولية المتميزة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي منحه سابقاً صفة الوضع المتميز في الشراكة المغربية الأوروبية ولكن شراكة نريدها رابح رابح وليس علاقة تبعية واستعمار جديد ثانياً نحن لا ننتظر دروساً من أحد لضمان الحقوق والحريات ببلادنا حيث أن الأول مناقشة قنو العفو العام للعفو عن معتقل الحراك الشعبي بالريف وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل تحقيق كامل للحريات بما فيها حرية التعبير والرأي لخلق مناخ الثقة والانفراج وتقوية اللحمة الوطنية المواطنة من أجل تقدم بلادنا وصيانة استقلال قرارها وكرامة مواطناتها ومواطنها بوطن بوطن شكراً ترجمة نانسي قنقر